أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أكد على أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها مشيرا إلى أن الصحة هي أحد محاور التنمية المستدمة جاء ذلك خلال مشاركته في ندوى بعنوان تطوير المنظومة الصحية في مصر الفرص والتحديات والتي أقيمت على هامش مجلس الأعمال المصرية الكندية وأكد عبدالغفار أن مصر حريصة على توطين صناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية وتدليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية ما ينعكس على توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة